عشاق الصحير المستديرة عشاق دوري أبطال أوروبا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم ومباراة منشستر سيتي واربي ليبزيج الألماني أقيمت طبعا المورازة ما كلنا شفنا على ملعب ليبزيج في ألمانيا فريق اربي ليبزيج الألماني لعب شوط أول متواضع للغاية والحقيقة أن فريق مان سيتي أيضا لم يلعب شوط أول بالشكل المطلوب ولكن نجح منشستر سيتي في تسجيل هدف عن طريق اختراق من العمق وعمل جماعي متميز بين رياض محرز وجاك جريليش وجوندوغان هدف طبعا مركة رياض محرز وهذه هي طريقة رياض محرز المعتادة في ضمان إحراز الهدف حيث سددها تماما مثل ركلة الجزاء أو كأنها فريك ركلة حرة مباشرة بمنتهى الدقة والإتقان والبراعة النهاردة فريق اربي ليبزيج فعلا لعب شوط أول سيء تماما فريق يمتلك 39 نقطة في الدوري الألماني ويحتل المركز الخامس وبفرق أربع نقاط فقط عن المتصدر باير نونيخ الفريق البافاري يعني معناها أني اربي ليبزيج فريق ينافس على لقب الدوري الألماني تخيل أن هذا الفريق ينافس على اللقب ويؤدي بهذا الشكل خلال شوط الأول أمام منشستر سيتي لكن طبعا اللي شفناه في الشوط الثاني كان أمر مختلف تماما ظهرت شخصية أربي ليبزيج أعتقد أني لاعبي ليبزيج الألماني ومدربهم أخيرا افتكروا أنه هم بيلعبوا على ما لعبهم ووسط حضور جماهير غفير جماهيرهم طبعا واستفاق لاعبي أربي ليبزيج واستطاعوا فعلا أنه هم يهددوا شباك منشستر سيتي في العديد من المناسبات والعديد من الفرص الحقيقة أن فريق أربي ليبزيج خلق خطورة حقيقية على مرمى فريق من سيتي خصوصا في أول نصف ساعة من الشوط الثاني كان اكتساح تام من فريق ليبزيج الألماني عن طريق اللاعب والوينج الشمال المتقلق تيمو فيرنر القادم من تشيلسي تيمو فيرنر الشوط الأول اختفى تماما ولكن في الشوط الثاني طبعا شهدنا تيمو فيرنر الحقيقي يؤدي كرة قدم متميزة واختراقات رائعة حتى اللاعب انكونكو الذي نزل كبديل فعلا أدى أداء ممتاز وخلق خطورة عالية فريق RB ليبزيج هدد شباك منشستر سيتي واستحق أن يسجل على الأقل هدف واحد وهذا ما حدث شاهدنا فريق RB ليبزيج يسجل هدف واحد ولكن من ركلة ركنية يعني كل الشغل اللي اتعامل وكل الجمل وكل المحاولات على المرمى لم تصفر عن أهداف فجاءت الانفراجة عن طريق ركلة ركنية حولها أحد لعبي ليبزيج إلى ضربة رأس في شباك الحارس إدرسون هناك بعض الشكوك تحوم حول ضربة الرأس في البعض بيقول لكم يكون فيها فاول لأنه هو استخدم إديل اتنين في التيكوف بتاعه على مدافع من سيتي اللي هو المدافع رودريجو ولكن أنا من وجهة نظر إنه هو عمل التيكوف وهو نازل حط إيده على المدافع أعتقد إنه التيكوف كان سليم وكان فري وما فيهوش أي خطأ وإن كان طبعا الالتحامات عادة بتحصل داخل منطقة الجزاء يعني ممكن تحصل التحامات ما فيش مشاكل هذا يحدث في كرة القدم مش معقولة كل التحام هيحصل هنعمل فاول هنعمل ركلة جزاء يعني كده ما نلعبش كرة أحسن anyway طبعا النهاردة عايزين نقول أن فريق من سيتي بالرغم من ذلك حاول أن يهاجم مرة أخرى ولكن كانت هجمات تنقصها الدقة النهاردة لأول مرة نلاحظ أن فريق من سيتي الإنجليزي الكثير من الميس باس كرات وتمريرات مقطوعة بشكل غريب لم نعتد على هذا الأمر مع فريق منشستر سيتي لا في الدور الإنجليزي ولا في دور أبطال أوروبا النهاردة فريق منشستر سيتي أي نعم خرج بتعادل إيجابي خارج القواعد ولكن هذا طبعا لا يطمئن عشق منشستر سيتي حول العالم وكل مشجعي منشستر سيتي الحقيقة ده ما يطمنش ليه؟ لأن أنت كده بتلاعب فريق اسمه ليبزيج هددك بشكل كبير جدا في الشوط التاني وكان قادر على هز شباكك إذن أنت كده ممكن يحصل أمر مختلف في مباراة العودة يعني ما تضمنش أن ممكن مباراة العودة فعلا تحصل حاجة في مباراة العودة ممكن تلاقي فريق ليبزيج أخطر ممكن يسجل ليه لا؟ دورة أبطال أوروبا معروف أنه هو ملوش أي مقيش وملوش أي نوع من أنواع التوقعات لأن احنا بنشوف معظم التوقعات ممكن لا تصيب تكهنات خبراء كرة القدم أيضا قد لا تصيب خصوصا في دورة أبطال أوروبا يعني شاهدنا كثير من الأمور شاهدنا توقعات لم تصب وهذا أمر متوقع طبعا لأن فعلا هذه البطولة هي بطولة لا تخضع لأي نوع من التوقعات ولا تخضع لأي نوع من التكهنات فريق منشستر سيتي أوجه هذه الرسالة إلى جورديولا ولعبي منشستر سيتي قبل مباراة العودة على ملعب الاتحاد أمام ليبزيج في دورة 16 من دورة أبطال أوروبا لابد أنك تأخذ حذرك بشكل كبير جدا لازم تعطي هذا الفريق قدره ولابد أن تحترم فريق RB ليبزيج لأنه اللي عمله في الشوط الثاني يعني أمر مخيف بالنسبة للسيتي ولجامهيرو إلعب بمنتهى الحسم إلعب بمنتهى الاحترام للخصم اللي هو RB ليبزيج أيضا عايزين نقول أن فريق ليبزيج في الشوط الأول ما كانش بيأدي بالطريقة المطلوبة يعني أداء ليبزيج في الشوط الأول تقريبا كان هناك خوف من فريق منشستر سيتي بترسانة النجوم وكذلك المدير الفني بيب جورديول اللي هو من أعظم المدربين في تاريخ كورة القدم إذن كان هناك خوف في الشوط الأول حتى وإن كان ليبزيج بيرعب على أرضه ووسط جماهيره إلا أن هذا وارد في كورة القدم بصفة أن فريق ليبزيج ليس من الفرق التي لها باع كبير في دورة أبطال أوروبا عكس منشستر سيتي الذي كان قريبا دائما وكان قبقه وسين أو أدنى من إحراز لقب دورة أبطال أوروبا في عديد من المناسبات ووصل إلى قبل النهائي وله صولات وجولات ولم يستطع حتى الآن بالرغم من ذلك من الظفر بهذا اللقب لذلك الحذر ثم الحذر من فريق أربي ليبزيج واحترامه بشكل كبير جدا خلال مباراة العودة التي ستقام على ملعب الاتحاد أربي ليبزيج واحد منشستر سيتي واحد في دورة 16 من دورة أبطال أوروبا